عشان كده يمكن كانت كل هذه التفاصيل هي في صميم ملكه اكتابة وصميم رسالته ودوره ومنهجه وتاريخه وتراثه في الأكتر من سبعوية حلقة هي عمر البرنامج كنا معنيين بترسيخ هذه المفاهيم لكن كما لو كانت أحداث هذه الأيام حملت اختبارا جدا لكيفية التعامل مع قضايا مهنية بالأساس لكنها تمص تاريخ النادي الأهلي قيم النادي الأهلي حقوق النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي عشان كده كانت هذه الحلقة المهمة لها عنوان واحد حرية التطاول على الأهلي حرية التطاول على الأهلي مهما قيل عن حرية التعبير مهما قيل عن حرية الاختلاف مهما قيل عن حرية معرفش إيه بدأ الأمر وكأنه ولا هو هكذا فعلا يحمل الكثير من حريط التطاول على الأهل هنرجع لها بكل التفاصيل وأرجو أن كلامنا يزعج أي حد شاف الخطأ وكان المفروض يصوبه لأنه الحقيقة حجم الخروقات وحجم التحميل والتحامل على الأهل وجمهوره مسألة بقت فعلا مستمربة جدا هنقشها بوضوح وهنقشها من منطلق سوابت مهنية وقيم أهلوية ورياضية لأنها بدأت وخليكم أنتوا شاهدين خليكم أنتوا كمتلقي على مختلف المليون بدأت تخرج أستاذ إبراهيم أنتوا شاهدين في هذا المحدد من إطار الظرف وربما الصدفة إلى إطار المنهج